ليه ليه كابت الكلمة الزمالك مازال مازال حلوله الوحيدة هي كرات السرطة أو يعني الأكثر تأثيراً على مستوى تدفع الهدف يعني خلينا نقول الزمالك مازال مش عارف يفك أي دفاعات بتتعامل قدامه يعني دي بصراحة يعني دايماً أنا اتكلمت في أول الحلقة أن الزمالك بيقابل مشاكل كبيرة جداً لما الفرقة بتلعب تكتل دفاعي قدامه الزمالك عنده طريقة اللعب هتلعب تكتل دفاعي قدامه فانت هتزهق طول الجيم زي ما خليفة تكلم وقال مباراة امبي امبي وزيد بدل بتطبعه وراح رجع لعب خمسة وعندك المقولين العرب كان نفس الكلام برضو لما المقولين تعادل في الآخر فانت أصبح ان الترقية دي انت مطلعفش تختارك الفرقة اللي بتلعبك جيم مفتوح زي برمدزة أو تسموحها انت بتقدب شكل كويس قدامها فأصبح ان في خلل هنا وأهم خلل عندي النهاردة موجود أنا شايف الحلو الفردية وخصوصا لما نقول زيزو لما نقول شكابالا لما قول أوباما بس يرجع في مكانه النهاردة أنا شايف الحلقة الربط اللي كانت مفقودة راس الحربة النهاردة يعني الكابتن محتميل دي يمكن بنسبة 90% تشكيل كويس مش وحش لكن ان انت يكون عندك ثلاث فراودة قاعدين بره زي سامسون موسيف الدين الجزيري وناصر منسي وفضل كل دول يعني أركن كل دول وفضل عليهم يوسف أوباما لأ دي مشكلة كبيرة جدا وخصوصا ان احنا ما بنتكلم على ضرب التكالترات الدفعية مش عايزيني يكرر الكلام تاني لكن هي المراوغات الدبل باص الحلول الفردية التزديد واهم حاجة الكرة العرضية ما أنا النهاردة طالما فريق مستحوز هو يسايب للإستحواز وفي نفس الوقت وقايف القدام التمنتاشر فهو أريد يسايب للجناب فمجرد ما هيسيب للجناب وشوفنا النهاردة كذا كرصة عمل في الشرط الأول لكن ما فيش رأس الحربة اللي يشارك دي رقم واحد رقم اتنين مزل رأس الحربة النهاردة ايه اللي خليفة بتكلم عنها لما نزل ناصر ونزل معاه سامسور ان رأس الحربة دايما وانا مدافع انا والمساكل اللي جنبي لو واحد واقف يبقى لازم اتنين معاه النهاردة أوباما هو مش رأس حربة هو ما عندوش الملكة ما عندوش الإمكانية لو يستلم بظهره أوباما لازم يلعب بوشه ما يعرفش اللعب بظهره أبدا فكان تمالي بينزل يستلم من تحت لأن الصور اللي جابع خليفة دي بتطبق مع كلامنا ده ان فعلا كان كل الخطوط مقطع لأوباما فكان بضطر ينزل لتحت عشان كده الزمان لك ما كانش عند رأس الحربة وانا كان مدافع انا حب رأس الحربة اللي ينزل لتحت خلاص انت رايحتينا انا مش هجري وراك انا ما بدافع على المكاني انا مش هجري جوه من 40 ياردة بالزبط انا مش هجري وراك فكان فيه اريحية شوية اللي مدافعين النهاردة الفريق الليبي دي عدم وجود رأس الحربة الحربة كان وجوده النهاردة ضروري ان انت واخد اتنين معاك رقم تلاتة انت بتفضل الناس حرفة الكرة لكن دايما النهاردة لعبت الكرة دايما هتلاقي في نتزمالك النهاردة بس 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 النهاردة كان النهاردة ما بنتكلم عن شكبالة او بنتكلم على نضايق او بنتكلم على زيزو ان هم اصلا مفروض واجباتهم الهجومية واحد ضد واحد انت النهاردة ما بجيش هلعي بهاف عشان الكرة الجيلو يبصيلي انا كمساك لو طلعت لعبت لو جيت عبغاني لعي بهاف النهاردة هيعمل نفس اللي عملوه اللي في المكان ده فكانت الخطورة معدومة ليه ما كانش في واحد ضد واحد شخصية الزمالك بتقل مع التكتلات الدفعية الدابل باص الوحيد اللي اتعمل هو اتعمل من سامسون اللي جي منه الهدف يمكن دابل باص وتعمل ناحية الشمال انا شايف عم شايف النهاردة من نجوم اللقاء بصراحة يمكن كان هو اللي عنده خطورة شوية مية في المية